معنا من موسكو الصحفي سعد خلف سعد بداية يعني هناك تطورات كثيرة لكن العمليات متواصلة الآن ملف النووي في أوكرانيا يدخل على خط يعني هذه التعقيدات أيضا كيف ينظر الكرملين؟ نعم ماجد بالفعل التطورات العسكرية وفقا لآخر التقارير العسكرية التي وردت منذ صباح اليوم تواصل القوات الروسية عملياتها الهجومية في المحاورة الجنوبية في إقليم الضنباس وتحديدا في بلدات ومدن دونيتسكا التي لم تخضع بعد لسيطرة القوات الروسية بالأمس سيطرة القوات الروسية على نقطة أو بلدة هامية بلدة بيسكي لها أهمية استراتيجية ولها أهمية كذلك رمزية ومعنوية لأنها كانت حسب التقارير العسكرية الروسية مركزا من مراكز تواجد قوات القطاع الأيمن أي القوميين الأوكراني الذين كانوا يشنون الهجمات على المدن والبلدات في الدونباس وفي دونيتسك تحديدا التي تخضع للسيطرة الروسية فيما تعلق بمحطة زابروجيا نحن نعرف أن هناك عدد من البلدات والمدن في هذه المقاطعة الأوكرانية وهي البلدات والمدن المشاطئة لبحر أزوف تخضع للسيطرة الروسية كمدينة أو بلدة إنورجودار ومدينة مليتوبل وهي مدن وبلدات استراتيجية أمس فلاديم الروجف عمدت أو عضو هيئة الإدارة المدنية العسكرية المختلطة لهذه المدينة كان أول من أعلن أن الجانب الأوكراني بالفعل قام بقصف مكثف على هذه المدينة وبالتحديد كذلك قصف محطة زابروجيا النووية هذه المحطة منذ البداية حاولت روسيا السيطرة عليها لذلك تأتي الاتهامات هنا من الجانب الروسي بأن الجانب الأوكراني هو من يشن هذه الهجمات في محاولة لمنع تقدم القوات الروسية سواء على محور الدنباص أي في دونتسك وبلدات دونتسك أو حتى الهجمات التي يقوم بها والمحاولة الدخول عبر مناطق مختلفة من زابروجيا وكذلك مناطق مختلفة من خاركوف من جنوب خاركوف وتحديدا من محور إيزيوم لذلك نقول أن الموقف الروسي هو يتهم الآن الموقف الأوكراني أو الجانب الأوكراني بأنه من يقوم بشن هذه الهجمات بالطبع تقارير متضاربة يعني إذا احتكمنا إلى تقارير روسية بتقول أن الجانب الأوكراني هو من يقصف الأول علينا أن نحتكم أيضا إلى التقارير العسكرية التي تقول بأن الجانب الروسي يواصل مسعيه للتقدم إلى الأمام في هذه المنطقة من موسك وصحبي سعد خلف شكرا جزيلا لك